اشتركوا في القناة 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 ده كل مصالحي فيه وشغلي فيه لا يا عم احنا هنشوف الشهادات ونقعد فيه وما تقلعش واسمع يا نوني ان عمره ما يسيب الحرار لتربط فيه ورحمة كانت انا معرفوش خلاص يا حاجة مش احسن ما نروح البيت ده ونتلبس ده بيقولك فيه عفريت ده انا بخاف من الظلمة يطلع لعفريت يا ده عفريت قال لأ انت بتقول على لأ انت بتصدق الكلام ده برضه يا زلامي يعني ما بيش عفريت لا فيه يا عم فيه نوني مالك كده انت خاف لأ ما تسترجل يا لأ قال لأ معفريت اللي تبنى هذا ماجي يا عمي ما نعرف ان انت عاوزت احجر الشقة وخلاص فعفريت مش عايز فعفريت انت عاوزت احجره لما هي كده ما عادتش انت فقل يلا حاجة مخلص على وريني الشقة يلا بنا معلم حنف والله الشقة ده تبسطك وتبقى مية مية يا سوادي الحلل عاوزين يقعدونوا مع العفريت يا مه حدي الحق يا بنا ادمي يردكو كده تفضل خش معلم حنف برجلك اليماء يا حاجة مخلص الراحة الوحشة او دي لا لا معلم حنف في البيت بس ما تفتحش بقله فترة اول ما شباكت فتح الوقت هتلاقي الراحة راحت وبقى البيت راحت حلو بص بقى معلم حنف اقول لي ايه رأيك الحلوة دي هو ده اللي حلوة حاجة مخلص فين الحلوة دي؟ حلوة اه يا حاجة الشقة دي وحشة جدا يات بس سعيب يلا خلي عندك دم الراجل واقف لا 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 هذا معلم حنف يسيبه براحته الوافاء اللي انا معلم حنفي شقة داتي بالنسبة للشقة اللي انتو كنتوا عادين فيه وحشة اوي ده انتو كنتوا عادين في حكة شقة يا اولا دي ايه دي كانت اصر ومش شقة معلم حنفي ما خلاص بقى حاجة مخلص ما هولعد بسبب النقق بتاعكم عايز يحصل فيه اكتر من كده حرام عليكم لا 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 معلم حنف انا منيش بحسن انت فيبتني غلط انا بقى قرر بس ولا تحسد حاجة مخلص اهو ما بقاش فقى حاجة تتحسن بقولك ايه حاجة واحنا نعدين اده والله ما اعرفش عنونا بس احنا نفضل عادين هنا لحد الشقة القديمة ما نخلصها وان ان شاء الله روح اجيب صناعية يشتغلوا فيها من النهاردة اه ده وانت اللي انت بتقوله ده معلم حنفي عاوز تجيب صناعية يشتغلوا في شقةك وانا موجود ليه بس حاجة مخلص فيه ايه انا عندي الصناعاء اللي هيجوا يشتغلوا عندك في الشقة ويزبطوها في اقرب وقته معلق لا اضمان لك معلم حنفي انهم ما يخلوا عليك احسن من الاول كما ماشي حاجة مخلص حاتهم اشتغلوا من الشقة من النهاردة عشان نلحق ننقل بقى منعنى الاثنين حاجة حنفي بس انت شقة عجبتك صح تماما حاجة مخلص حلوة منك ماشي معلم حنفي طب ايه بقى ايه عاوز ايه حاجة مخلص الفلوس اللي اتفقنا عليها الرجلة طيب اه ماشي حاجة مخلص خليها البكرة احنا يعني هنروح من بعض فاق لا حبيبي بكرة ده اه مش ممكن تعمله زل قبلكم وتعدوا يوم وتمشوا تاني يوم وما اخدش انا اقجار يعني هنمش نروح فانا حاجة مخلص هو في مكان تانى روح نقعد فيه ادي احنا يعدين يا عام يعني ايه بقى اقعد في الشقة دي والعفريتة هتاكني ياد ما تبقاش عبطي اه اللي يخاف من العفريت بيطلع له تم انا بخاف من العفريتة حاجة بقى كده العفريتة يطلع لي لا ما تقلاش هنننن معاك ما تخافش اه معلم حنف انا هفضل مادد ايدي كتير كده ولا اه لا يا عام ازاي خدي عام حسابك يقض عدوينك يا رجلة طيف عايز حاجة مين بقى انا معلم حنف ايه حبيبة حاجة مخلص خد الباب في ايديك ونت خارج اقولك اه لا الننو اه لا استحمل الشواء دول في حد ما نرجع بيتنا القديمة الننة حاضر اه حاجة ما نشوف اخرتها افتح الباب اه معلم حنف انا عرف ان انت كوا اراح افتح له حاج سبك منه انه انه دعايل يوجع الدماغ افتح الباب اه ده انه انه لما تسمعش كلامه باك يا حج والله ما يبطل تخبطه لما نفتح له دعايل رقم طب قوموا افتح للحيوان اللي بيرزع على الباب ده ما شوف شغل معاه حاضر حاضر جاه اه بطل بقى ده انت عايل السائل حدي افتح اجد عامش كده ما ينفع جد سبينه بره بقى عامل بسكوت انت بتخبط على الباب جامد كده لا ولما انت عارف ان انا بخبط جامد ما قمتش هزيت طولك من اول مرة لو فتحت للباب واسعالة من قدامي انو مانيش فضيلة كلام ازايك امعلم حنفي ربنا يجعل اخر احزانة حاج اه ده بسكوته وجاب معاك برتقان كمان لا 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 فاللي حصل اجدعاء لا 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 معلم شرق اه ده انا اخده من قص المعلم سبيرتا واول ما شافنا فضل يرمح وراه لحد ما قبط رحت جاب البرتقان وجاي بقى على هنا على طاق قلت عشان انه ياكله اتبسط اه ده جاب لنا برتقان مسرقة بسكوته عاوز تأكل انه ابن حرام لا 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 معلم حنفي حرام ده اه ده حتى انا متربي من ارض المعلم سبيرتا لا مكتفي ده كله من ارضه ده عند شوية فكة زي اللوج بسكوته خد البرتقان ده وانت ماشى ما تسيبوش هنا اه لا ليه بس امعلم حنفي ده جزات اللي انا جيب زيارة معي واني جاية زوركم بقولك اه نوني انا راح انا شوف الرجال اللي الحاج مخلص جيبو مش زبطوا الشقة عشان عايزين ننقل بقى اقرب فرصة ايه ده حاج وعد في شقة اللي فاق عفريت ده الوحدي لا طبعا انا قعد معاك اه لا نوني هلا متقلقش انا معاك هو واحد دي اقرب نحيطك اسطو انا موجود ده انا كنت انفته من عالوجات رح انت معلم حنفي ما تقلقش ابنك النوني في ايد امانة بقولك اه لا بس كوتا هلا هو احنا ممكن واحنا عادين كده العفريت تطلع علينا اه طبعا نوني انا عرف واحد صاحبه عزله وابوه راحو شقة ثانية وراحو شقة اقجار عزوله لا بس كوتا اه بتقول لا لا اطل شقته من القديمة اتحرقت نوني اه ده بس كوتا وما شقته من القديمة اتحرق زينا وما كمان اه وكان الودا بيضان وبكرش زيك بالظبط وشعر احمر واول ما بوه جابه شقة جديدة سابه قاعد فيها الوحده ومشي يا نارس وده مني الفالة بس كوتا هلا واول ما العفريت شافته قاعد في الشقة الوحده يجو معلقه اللوم واكله دماغه مقلش فيها ولا حتى طب قوم بينا يا بس كوتا نمشي قبل ما يجو يجو مين يا ري انت عبطت انت اي حد يحكي لك اي حاجة تسده وبعدان انا قلتلك اه مفيش حفيت ولا اي حد يقدر يقرب منك وانا قاعد معاه عب عليك يا جاد عدم البس كوتا انت متأكد يا بس كوتا عب عليك يا عم اه يا عم انت متعرفش صاحبك ولا اه بقولك يا ابو العفريت هنعمل لي مع الناس الجداد اللي جايين الشقة دول ده بقت حاجة تقرف كل شوية جابه لنا ناس جديدة مو مش عارفين يسيبوننا في حنة ابدا دوص يا صاحبي هو في نوعية 10 عاملين كده مايحبوش يسيبوني عدد في حنة بس علي ان نعمل ارعبهم يعد لا خليهم يسيبوا الشقة دي النهاردة قبل بكرة اه ده انا عفرقاش بقولك يا لانو انه لا مفيش عندك حاجة تتاكل لنا اطلاني جاعة ناوي إلحق يا عفرقاش ده نويان يطول ومعاوزين يوعدم وياكله فاب بس كوتا انت ليك نفسي تاكل وشقة ما لانا عفريت يا عم اسكت اعمل عفريت ولا نيلا ولا يقدر يعملوا اي حاجة إلحق يا عفرقاش ده بيغلق فانق يا عم سيبك من كلمه ده شاكله عين مزراب اول ما يشوفنا يطلع يجري وياخدلو في اسنانه ما تلا بينا عفرقاش ولا هتسيبهم كلا طيحين في الشقة وما حد يش قادر لهم من ده اللي مش بيخاف والنعمل هرعب هوملك وهتتفرج الوقت هعمل فهم ايه ده انا بلعفريت اللي مفيش حد جاي الشقة دي اللي لازم اطفشه انت بتتكلم ازاي طب يلا عفرق طورينا هتعملها في العال دي يا عيني ينفع كلا ان انا بتلقونا بالكرة كرة اللي ارمت عليك يا بسكوتة الكرة طايرة في الهواء انت اللي ارمت الطرة الكرة دي جات من هنا بسكوتة ولا تصدق البده مسكون يا ننة امينا نجري ولا ننة في حد جنبي بنت ففودان يا لها ولا انت يا لها يا ده يا ننة حتى حطت ايده علي يا ننة الحق يا ننة في ايه انت بتعمل يا لها انت هو يا لك بيت يا لها اللي معالكو جدي قول يا ننة يا لها انت هو يا لها قلق bung وعمل تقولي ما حد شقدر يعمل حاجة ومفيش عفارت قمال ده احنا قال ننة استنان يا ننة اجري يا بسكوتة عفارت اجري اشتركوا في القناة